السلام لبنات مرحبا بكم في قناتي نوها فوتس أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة واليوم سنحضروا حلوة كريم في المقلات اللي تجيل كايكة ديالها الرطب و الشيش و زوينة لا فيما ضاق وحتف الدكور ديالها كتكون رائعة مهم قبل ما نبدأ وإلى كنتوا جداد في القناة مرحبا بكم وما تنسوش تابنوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ودابا نمشي ونشوفوا المقادر وبالنسبة المقادر لدينا الفورس أو الدقيق الأبيض اللي مغربينه من قبل ودينا كأس إلا ربع ديال السكر الخاشين وكأس إلا ربع ديال زيت نباسية الملح ثلاثة ديال البيضات اللي بدرجة حرارة المطبخ ودينا ياغورس بنكهة الخوخ والمونج وجوج ساشيات ديال 8 جرام من خاميرة ديال الحلوة المجموعة ديالهم 16 جرام وفاني 7 جرام ونص ثلاثة ديال البيضات ونضيف لهم كأس إلا ربع ديال السكر الخاشين تقدروا تساملوا كأس إلا ربع تقدروا تزيدوا أو لا تنقصوا المهم من الحلوة كتبقها لحسب الضو ونضيفوا ساشي ديال الباني 7 جرام ونص ونضيفوا القليل من الملح ونضيفوا باقي العناصر ونضيفوا باقي العناصر ونضيفوا باقي العناصر كأس إلا ربع ديال زيت نباتية ونضيفوا ياغورت لبنكهة الخوخ والمونج أنا اخترت هذا الفواكه غير حلوة سنستعملوا فيها الفواكه تقدروا تستعملوا بنكهة الباني حتى يجيبها زوينة ونضيفوا كل شيء مزيان بالخلط اليداوي حتى يجنسوا لنا هذه المكونات كاملة وبالنسبة الدقيق سنستعمل غير نصف الكمية حتى نخلط كل شيء ونشوف إلا كان بقي خاص ونضيفوا الخاميرة الحلوة 16 جرام ونضيفوا ساشي ديال 8 جرام ونضيفوا كل شيء مزيان وبالنسبة الدقيق هذا اللي استعملت كافي لا نضيفوا ما زال غير سنضيفوا كل شيء مزيان وبالنسبة الكيمية اللي استعملت الدقيق كيسان إلا ربع مهم ثم لا تخلطوا كتشوفوا على حساب الخالط كيف كتشوفوا خاصوا يجي على هذا الشكل ومن بعد قسمت الخالط على ثلاثة ديال الأجزاء كي سنضيفوا ثلاثة ديال الطبقات إلا كنتوا بغير نضيفوا غير جوش قدروا تضيفهم ما هو ثلاثة ديال الأجزاء كي يجيوا بحسن وحتى الكاك ما كي يجيش غليض في الوسط ودابا غادي ناخدوا المقلعة اللي غادي نستعملوا غادي ندهنوها بالزبدة ندهنوها مزيان كتبقى على حساب نوعيات المقلات فالصراحة أنا هذي عندي ما كتلصقش ولكن ما بغيتش نغمر ندهنوها من الأحسن بالزبدة وعاد نديرو الخالط كيف كتشوفوا ندهنتها مزيان كلها الجوانب حتى هما ومن بعد غادي نديرو الخالط وغادي نحاولو نصرحو بسبعة جو أولا معالقة باش يمشي لنا في كل جوانب وماني غادي نصرحو الخالط في المقلات غادي تباليكم بالليرة رقيقة ولكن بعد ما غادي غادي نتافخ وغادي جي طبقة شوية ساميكة ديرجوش سنتيم ودابا غادي ندروها طيب على نار مهيلا بزاف باش طيب على خاطرها وطيبها حساب من الداخل ما تبقى لنا خضرة ومن الأحسن نغطيها 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 بطبصيل كيف لا ترسأنا هنا او بالغيطاء المقلات التي ستعملها مهم غير مرة مرة نحاولو تعريوها وتمسحو دوك القطارات المالي كي بقوا في الفوق في الطبصيل وماني كتشوفة البنات في حالة كاجنا بتحمرهم مزيان عارفوا باللي رهاتة بتملتحت وخاصنا نقلعوها او لا نحيدوها بسباتي في حال هذه من الأحسن كي تعاون بزاف كي تحيد لنا الكيك إلا بقى تلاسقها مهم كنحيدو في حالة الجوانب كندوروها عليها كاملة سنحاولو نحركوها كالمقلات بدينا كي سنقلبو الكيك وماني كامر نقلبوها نقلبوها اما بسباتيو او بطبصيل انا فضلت نقلبها فوق من طبصيل عاد نعاود نردها للمقلات حيث سباتيو تقدر تقطعها لنا او لا تهرس في النص اللهم سنعملوا تبصيل او لذلك الغيطاء اللي سنعملوا تمسحوه من هذا كل ما وعاد تقلبوها وماني تقلبوها لبنات الكيك في التبصيل وإلاجاتكم شوية صعبة باش تردوها للمقلات او تنزلوا الكيك غير شوية بشوية بيدكم من التبصيل باش تردوا للمقلات حيث تكون لجينة شوية ارتبة كي سبقى او لذلك الكيك يبقى شوية ارتبة يلسق شوية في التبصيل ما عليش سننزلوا غير بيدينة شوية بشوية حتى نردوها للمقلات وبالنفس الطريقة سنطيبوا الجزء الثاني سنغسلوا المقلات في الأول باش تحتلق ان تلتقى فيها شيئا ومنين بغيرون انطيبوا هذا الجزء الثاني ما يلسقش لنا وكندهنوه بالزبدة وكننخبيو الخالط بالنسبة للخالط اللي خليت على جنب غطيته باش ما ينشفش وحتى لاش انها تقل ضفتلي هنا معلقة كبيرة ديال الحليب ونخلط عوثاني مزيان ونخبيوه في المقلات ونضروا طيب على عافية لمهيلة عندها غير عشرة ديال دقيق حتى الخمساش دقيقة باش كتطيب مهم غير كتشوفوا وجنا بتحمره كيفما قبل كتتحيدوها كتتقلبوها ولوجه ديالها ما تكسبقاش بزاف غير واحد مهم خمسة ديال دقيق وكتحمر لوجه ديالها وماني كنسا اليوم الكيك كمشي ونحضروا الكريمة اللي سنزينو بها الكيك ديالنا خديس هنا جوش كيسان ديال الحليب بارد مع جوش ديال الساشي ديال الكريم شانتيه حتى هو كنت محتافظة به في تلاجة غير باش طلع لنا الكريمة ضغية مهم سنضر فلقينا جوش كيسان ديال الحليب مع هدل دو ساشي وغاد نطلعهم بالخلاط الكهربائي سنطربهم مزيان حتى قادلنا الخالط ومن بعد سنحتافظ به في المجمد حيث نمسروا بين به غير ماشي بزاف غير شوية غير ماشي تفرصه تقدروا غير في تلاجة ومن بعد سنخلطه سواء بهاكا بالخلاط اليدوي او بالكعرباء المهم اللي بغيته انا درس غير بالخلاط اليدوي وغاد نضره في الجايب الحلواني باش غاد نزينو به الكيك وبين ما خلينا الكريمة في المجمد دقائق القليلة سوف نضيف السيرو اللي سوف نضيفه الكيك سوف نضيفه كاس الماء مع ثلاثة المعالقة الكبار السكر الخاشن سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه السيرو سوف نضيفه كيكيك كيف تشوفو هدو هدو هم الطبقات بثلاثة الكيك اللي وجدنا ودابا ما بقى لنا إلا نزينوهم والنسبة للتزين عندي هنسيرو اللي حضرت من قبل والخوخ اللي قشرته وقطعته على هات الشكل وعندي هنا خالة بالعنب الاخضر والكحل وبالنسبة للدسر او للفواكه تستطيعوا من طبيعة الحل تستعملوا اي نوع بغيتون ترومه وكننا اخذوا طبقة الاولى او نسقيها بهذا السيرو اللي حضرت من قبل تستطيعوا تستعملوا هذا السيرو او لا تستعملوا سيرو ديال عاثر ديالليمون مع سكر و الفاني حتى هو كي يجيبها بنينة المهم نسقيها على هذا الشكل نحاول نسقيها مزيان مزيان ومن بعد ما تقيتها بسيرو سوف نزينها بالكريمة على هذا الشكل وكنسمر بنفس طريقة حتى نكمل الوجه ديالها كله ودابا مني زينتها بالكريمة وساليت الوجه كامل سوف نضعوه في حلقة على هذا الشكل من الفوق باش كي يجي باين من جناب مني كنحطو هادوك الطبقات وهذا هو الشكل ديالها بعد ما زينتها بالخوخ سوف نكمل طبقات الاخرين بنفس طريقة وبالنسبة لنا بخليته تل الاخر سوف نزين به غير الوجه ديالها وهنا البنات ما بغيت نطول عليكم بالنسبة لطبقات الثانية حتى هي درت لها نفس طريقة سقيتها بهذا الشكل درت الكريمة ودرت الخوخ ودابا درت طبقات الثالثة حتى هي سقيتها بسيرو وكيف تشوفو كنزينها بهذا الكريمة بنفس طريقة اللي درت مع الطبقة الأولى مهم وكان سمر بنفس طريقة حتى كنكملو الوجه ديالها كله وهذا هو شكل ديالها بعد ما زينتها بالكريمة بالصراحة غير شكل ديالها كاكيجي وكيف تشوفو كريمة بوحداتها بوحدة للمنظر ولكن ما فيها بس نديرو اضافات مهم ان هنا غدي ندير اضافات ديال خالة ديال العنب الخضر ولكحل كيف تشوفو غدي نوضعهم غير عشوائيا مش ضروري نستفوهم او لا شي حاجة غير غدي نحطوهم كيف ما بغينا نحاولو نخلطو بناجهم وهذا هو الشكل نهائي ديال الكاكيج او ديال الحلوة ديالها كريمة اللي صيبنا اليوم درت هاد الاضافات ديال الخوخ من الفوق تقدروا تديرو اي اضافات اللي بغيتون تومة مهم كدير لها الشكل زوينة شاهية في الصراحة المنظر ديال هاته هو كيكون زوين بزاف كنتمنا تجربوها وتصيبوها لها ايلاتكم وإلى عجباتكم متنسوش تخلي بلي رأيكم في كومنتر وإلى عجبكم الفيديو حتى هو متنسوش تعموني بلايك كومنتر وسبقتا جوا مع الاصدقاء وبكن نقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله موسيقى وإلى بغيتوا تتعرفوش ما غد ندير في الفيديو جاي ما لكم إلا تزوروا الابات ديالي على انستغرام اللي غد تتلقاوا الرابط ديالها في الأسفل في صندوق الوصف مع المقادر موسيقى 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 اشتركوا في القناة